يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويخفض آخرين رواه بن ماجة وحسنه البوصيري وضعفه بن حجر في تغليق التعليق وروي موقوفاً عن أبي الدرداء رضي الله عنه وذكره عنه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ورجحه الدار قطني في العلل وحسنه من المعاصرين الألباني رحمهم الله الله تعالى رب العالمين له مقاليد السماوات والأرض بيده الخزائن وهو السيد الصمد الغني تصمد إليه المخلوقات يعني تقصده في حوائجها وهي محتاجة إليه مفتقرة تلجأ إليه ذلاً الكل خاضع له وهو سبحانه الغني عن عباده كما قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن هذا من أحاديث العظم الإلهية كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويخفض آخرين فهو الغني عن جميع مخلوقاته واسع الجود والكرم والخلق إليه مفتقرون يسألونه جميع حوائجهم ولا يستغنون عنه طرفة عين حتى الكافر حتى الملحد الذي لا الذي يجحده محتاج إليه والملحد الذي يجحد وجود الله هو نفسه في قبضة الله فإذا شاء أمرضه أمرضه وإذا شاء شفاه شفاه وإذا جاء أفقرة أفقرة وإذا شاء أغنى أغنى وإذا شاء قبضه قبضه وأماته وإذا شاء أحياه وأبقاه فهذا الملحد في قبضة الله وهذا الملحد لا يحيى ولا يقوم له قوام إلا بالأحب وتنفسه محتاج فيه إلى ربه ولو شاء الله أن يقطع نياط قلبه الوتين لو شاء الله أن يقطع وتينه لقطعه ذرات جسد الكافر توحد الله وإم شيء إلا تسبحوا إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقون تسبحهم كل يوم كل يوم هو في شأن كما في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن سبحانه وما يشغلوا شيء عن شيء أبداً وكل شيء عنده بمقدار وكل عمل من كل فعل من أفعاله لحكمة سبحانه ويدبر الأمور ويدبر الممالك ويدبر السماوات ويدبر الأرض ويدبر البشر ويدبر الرزق ويدبر الأمر بين السماء والأرض لا إله إلا الله لا إله إلا هو سبحانه يغفر ذنباً يفرج كرباً يجيب داعياً يكشف غمّاً يغني فقيراً يجبر كثيراً ينصر مظلوماً يأخذ ظالماً يفك عانياً يشفي مريضاً يعطي قوماً يمنع آخرين يؤتي الملك من يشاء ينزع الملك من يشاء يميت يحيي يخفض يرفع يقيل عثرةً يستر عورةً يعز ذليلاً يذل عزيزاً يعطي سائلاً يذهب بقوم ويأتي بآخرين يداول الأيام بين الناس ينصر هذا ويذل هذا سبحانه سبحانه يسمع للسائلين ولا تغلطه المسائل قال مجاهد كل يوم هو يجيب داعياً ويكشف كرباً ويجيب مضطراً ويغفر ذنباً قال قتادة في تفسير الآية لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض يحيي حياً ويميت ميتاً ويربي صغيراً ويفك أسيراً وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم يسمع دعاء المضطر في لجج البحر في الظلمات ينجي من يشاء ويغرق من يشاء سبحانه فسبحان الكريم الوهاب الذي عمّت مواهبه أهل الأرض والسماوات وعمّ لطفه جميع الخلق حتى فروخ الطير في كل الآنات واللحظات لا يمنعه عصيان العاصي أن يعطيه فيرزقه ويعافيه وهو يكفر به ولا استغناء الفقراء الجاهلين به لا يمنع عن إعطائهم يعطيهم تقادير والتدابير عنده عنده قضى كل شيء في الأزل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يسلط من يشاء على من يشاء ينشب حرباً إذا أراد ويطفئ نار الحرب إذا أراد كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله قضى وقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أحصى ذلك كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه أحكام الشرعية هذه صادرة عن حكمته ما في حكم عبثي لا شرعي ولا قدري يتصرف في مملكته وممالكه سبحانه كل شيء ملكه تصرف الملك القادر القاهر العادل الرحيم لا ينازعه في ملكه أحد ويأخذ كل أحد وهكذا أفعاله وأحكامه دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة ما خلق السماوات الأرض باطلاً ولا لعباً ولا عبثاً وقوله عليه الصلاة والسلام ويرفع قوماً يعني يرفعهم إلى الدرجات العلا في الجنة بفضله ويرفعهم في منازل القرآن وفي منازل العلم والدرجات ويرفعهم في منازل الدنيا والمال يرفع من يشاء سلطاناً نسباً يرفع من يشاء ديناً ودنياً ويخفض آخرين يخفض الكفار والمنافقين في النار في الدرك الأسفل ويخفض من يشاء في الدنيا فيضيق عليه رزقاً لحكمة قال في الحديث يخفض القسط ويرفعه رواه مسلم وفي حديث آخر وباليده الأخرى الميزان يخفض ويرفع عوال بخاري مسلم فالله تعالى يحكم في خلق بميزان العدل من عمل ما يستحق الرفع رفعه ومن عمل ما يستحق الخفضه وفضله ورحمته عظيمة يخفض الميزان يخفض الميزان تارة بتقتير الرزق والخذلان بالمعصية ويرفع تارة بتوسيع الرزق والتوفيق للطاعة عدلاً وحكمة فيخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء هذا في أعلام الحديث الخطابي والمفهم للقرطبي وشرح النووي على صحيح مسلم وفتح الباري وإرشاد الساري ومرقات المفاتيح